عشان كده كل مسيحي وده المبدأ التاني وإيمانه واقتناعه الشخصي يعني إيه إيمانه واقتناعه الشخصي؟ ده سيف ودحه شوي أكثر لأنه هاي كمان شوي يعني آه سيف زوحدين الحاجية إنه أنا أبقى مسؤول عن فحص الكلمة اللي أنا بسمعها والتعليم اللي أنا بسمعه ده أول حاجة وده أكون أنا مرتاح له شخصيا بس السلاح العكس الغلط إنه أنا أقترب لكلمة الله وأجراها وأنا عندي قناعة شخصية بتعليم زمان كنت سمعته أو تربيت عليه وللأسف هذا التعليم ضد كلمة لا يتمشى مع كلمة الله يعني مع القناعة الشخصية بعد إذنك أخ أمال إنه لازم يكون في استقامة في التعليم بالزبط لازم يكون في أماني لازم يكون في مصداقية ولازم يكون في محاسبة أخطر شيء لما في خدام مش عاوز يكون عندهم أي محاسبة بيكلم أي كلام وخلاص الشخص ده قال الموضوع ده فبدون أي محاسبة الخطورة هنا يا خنزال الخطورة إنه أنا بثق في شخص معين أو في تعليم معين أو في حتى الطايفة معينة ما احترامي لكل الطايف دون السقة في كلمة الله المعلنة لأنه ذكرت القناعة الشخصية وهي شوي بحسها الكلمة ملغومة أخ أمال فمشان هيك أنا حاب أنك توضح الفكرة شو بتقصد أوكي اللي أنا أقصد إنه القناعة الشخصية اللي أنا أصل لأنه احنا بتكلم على دلوقتي واحد مؤمن بيدرس كلمة الله نعم هذا المؤمن أعطي الروح القدس فأنا لما أضع نفسي تحت تأثير روح الله وأنا بأقرأ الكلمة وأدرس الكلمة وأتعلم الكلمة بدل فرصة للروح القدس هو اللي يعلمني مش الأخ فلان أو القص فلان أو الكاهن فلان أو البابا فلان مع أنه مش غلط مش غلط لا بالعكس ده الكتاب يقول إيه الكتاب يقول أعطى البعض أن يكون رسلا نعم والبعض أنبياء والبعض مباشرة فبرضو الرب أقام في الكئبس اللي بنيان ورعاة ومعلمين ورعاة ومعلمين إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانيتي الإيمان ولما أقول وحدانيتي الإيمان أنا مش بتكلم على وحدانية التواقف ولأنا بتكلم على وحدانيتي الإيمان في معرفة الحق الكتابي كما أعلن بالروح القدس وروح القدس اللي جوايا بيشهد لي فالقناعة الشخصية هنا هو المثول وإتاحة المجال لروح الله الداخلي أنه يستخدم هذا المكتوب وبكتني على خطيئة وبخضوع يعني أنا عاوز أركز وبخضوع لأنه بنرجع على موضوع السوشال ميديا موضوع الصلطة اليوم أنت بتشوف كتير تعليم حلوة ولكن عدم التعمق والتمييز الروح أو الحس الروح أنك تدرك أنه فيه إشي مش زابط يعني فمهم جدا نرجع للمصدر للكلمة لأنه أستأذنك ورين كتابي أنا دايما بقول لأولادي البدل بقول لهم أنا باجي لكلمة الله وأضع نفسي تحت سلطان كلمة الله أمين ما جيش أنا بفكرة معينة جايبها وأوعد أدور على آيات عشان تثبت هذه الفكرة فمهم جدا أنه الخضوع حضرتك تكلمتها الكتاب المقدس لأنه مصدره وحيد وهو الله فتعليم هو واحد وتعليم عشان كده مهم جدا أن نحن نكون حرصين على التعليم الصحيح لأنه هو موحبي من الله ونافع لكل هذا تعليم وتوبيخ وتعطي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة